وفي مقابلة مع الشرق نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر قالت أن السعودية ومصر تعتبران سوقاً استراتيجية للبنك وأضافت أنه البنك يدعم الشركات الكويتية للتوسع في السوق السعودية نحن في السوق السعودي بالنسبة لنا سوق استراتيجي وعندنا يعني الـ Growth Market في ميلي مصر اللي هي Growth Market والسعودية والـ GCC بشكل عام وكما ترى السعودية يعني مقبلة على ازدهار اقتصادي أو بدت ازدهار اقتصادي بالخمس سنوات الماضية ومستمرة فيها فهذه يعني وايد lucrative حق أي بنك إنه هو تقرو بس وين الفوكس معنا؟ الفوكس معنا بشكل أساسي على إدارة الثروات إدارة الثروات هي واحدة من الـ pillars الأساسية لبنك الكويت الوطني يعني كستراتيجية للمستقبل فحققنا يعني هو CME license الشركة اللي هي WWM اللي تشتغل بالسعودية والحمد لله يعني نتائجهم ممتازة over a billion dollars حققوا في فترة قصيرة فبالتالي احنا متفائلين جدا بالسوق السعودي وفوق هذا احنا عندنا ثلاث فروع في المملكة وهذه يعني بشكل أساسي مركزة على الـ corporate banking والنمو مع قطاع الشركات احنا علينا نمول حتى الشركات الكويتية اللي عندها اهتمام بالتوسع داخل السعودية فيه الكثير من الشركات الكويتية تتوسع في السعودية فاحنا من العلاقة بالكويت قاعدين نمول هذه الأنشطة بالإضافة طبعا إلى تمويل الشركات السعودية في مختلف القطاع مصر أو MBK إيجيب تتشكل تقريبا 5% من إجمالي أصول البنك فتأثيرها يعني ليس قوي لكن طبعا تأثير سالب على الأرباح لما تتحول إلى الدولار احنا لما نسوي consolidation طبعا يتحول إلى الدولار مو بالجنيه المصري فهذا يسوي أثر سلبي على الأرقام البنك لكن بسيطة ليس كبيرة نظرا لأن احنا يعني أرباحنا متعددة من جهات متعددة سواك بالكويت أو خارج الكويت فبالتالي انخفاض الجنيه المصري طبعا احنا بمصر لونكتر احنا مو شورتر فبالتالي احنا يعني أنا شخصيا أعتقد أنه فيه إضاءة في نهاية التانل وأنا متفائلة فحين مثل ما قاعدين يشوف أنهما قاعدين يحطون economic reforms إن شاء الله راح تحسن أكثر وأكثر الأوضاع الاقتصادية احنا بالنسبة حقنا يعني بنك الكويت الوطني مصر ينمو يحقق نمو بالجنيه المصري لكن مثل ما قلت لك تحوله إلى الدولار بسبب الاكسشينج يسوي انخفاق بإجمالة الربحية للبنك من ناحية أخرى توقعت شيخ البحر نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 17% هذا العام وأشارت إلى أن البنك قادر على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية مثل ما قلت لك بداية نحن نتوقع نمو للاقتصاد الكويتي بحدود 7.8% وهذا نمو جيد بالنسبة لما يجري بالعالم طبعا احنا تركيزنا على مجموعة من الأسواق اللي فيها رغبة من عملائنا بالتوسع في هذه الأسواق فبالتالي احنا فوكس مثل ما قلت لك يعني مركزين على استراتيجيتنا ما قاعدين نروح إلى يعني أفنون على بعض الشغلات أو لبعض التوجهات فبالتالي اي اقري ان سبلاي تشين بيك تشالنج حق العديد من الأنشطة لكن الحين قاعد تحسن بعد الكورونا وفي تحسن بالأوضاع الاقتصادية نعم الحين البنوك المركزية تحاول أن تحارب الانفليشن أو التضخم برفع أسعار الفايدة لكن هذا رفع أسعار الفايدة قد يؤثر على نمو بعض الأسواق وقاعدين يعني نسمع آراء مختلفة اللي يريد يكمل زيادة الفايدة إلى 2024 واللي قاعد يقول أنه والله 2024 إزئناف يمكن رح يبدأ ينزل فبالتالي ارتفاع سعر الفايدة على البنوك من ناحية الاقراض هو جيد لكن على الفنديم كوس رح يأثر عليه اللي هو أسعار الودايع رح ترتفع لأن مع ارتفاع الفايدة ما عندك يعني إلا أنك أنت ترفع سعر الفايدة للمودعين لأنه بالنهاية هذا السورس أو واحد من السورس للفنديم للبنوك لكن بالنسبة لبنك الكويت الوطني عندنا ما يسمى كاسة اللي هي الحسابات الجارية التوفير الكول أكاونت وغيرها هذه يعني بالأربعين بالمئة مورا لس وهذه تساعد جدا الفنديم كوس للبنك وتعطي صفة تنافسية حق البنك بأنه يعني كان كومبيت ويقدر يحصل على العمليات والصفقات الجيدة اللي هي مربحة للبنك بغض النظر عن اللي قاعد يصير حوالينا إذن حسب شيخ البحر بنك الكويت الوطني توقع نمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 17% للعام 2022 كنا سمعنا سابقا قبل قليل أيضا هذا الصباح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية في الـ 2022 بالنسبة 18% أيضا يرد الآن عن بيان يتحدث عن أن السعودية تخصص 800 مليون دولار كقروض للدول الأقل نموا بدون مزيد من التفصيل في مناطق أفريقيا وآسيا بحسب هذا البيان الذي صدر عن وزير الاقتصاد والتخطيط هذا الصباح اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي